النمسا تشدد قواعد لم الشمل وسط احتجاجات واسعة من السوريين مقاطعة فرال بيرج تفرض على طالب اللجوء عقد الاندماج الالزامي النمسا تحذر من التسلط الروسي قبيل انتخابات البرلمان الاوروبي جامعة فيينا مطالب الخلافة في المانيا هي دعوة للعبودية وارتفاع حالات افلاس الشركات خلال الربع الاول من العام 2024 واخيرا مخاوف من انهيار النظام الصحي بسبب نقص الاطباء مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم اعلن وزير الداخلية النمساوية جيهارد كارنر عن تجديد قواعد لم الشمل اعتبارا من الاسبوع المقبل للحد من الاحتيال حسب وصفه من غير موافقة شريك الاتلاف حزب الخضرة وستشمل التغييرات زيادة اختبارات الحمد النووي الى 50% واجراؤها في السفارات النمساوية مع تحمل طالبي لم الشمل تكلفتها البالغة 250 يورو واستردادها فقط في حالة كانت النتائج ايجابية وسيطلب ايضا منهم شهادات الميلاد والزواج واتظاهر اليوم المئات من السوريين امام وزارتين الداخلية والخارجية للمطالبة بتحسين ظروف لمشم للعائلات الهاربة من الحرب بلغة التعيش على الاشترافت الافت ورث لحظة الートصف ايديوه محطاني اكثر يمكن ان يمكن ان تحسن الاشترافية ورديوه المتوع hypothالي هذا وإن في صنافح الاختراف والكاستراف لحظة الاجترافية صفحيس الكثيران عاصل طبال جاهزنا الاجترافتي الداخل الخاصلطي وأرت محطة الاجتياسة لحظة الاجترافية والداخل التعليميز علنت حكومة فرار البرج عن مدونة السلوك للاجئين اعتبارا من الأول من يوليو المقبل لتكون الولاية الأولى في النمسا تفعل ذلك وتطلب المدونة التزاما بالقيم الأساسية وتعلم اللغة الألمانية والمشاركة في أعمال تطوعية ويعرض الانتهاك إلى تقليل المساعدات الاجتماعية وبالمقابل سيتم منح مبلغ 110 يورو للملتزمين وقال حاكم الولاية ماركوس فيلنر أنه في الوقت الحالي لا توجد تهديدات بفرض عقوبات وهم يريدون في البداية مراقبة مدى قبول هذا النموذج لبضعة أشهر وشدد هو ومستشار الاندماج كريستيان جاثنر على أنه من المهم أن تأخذ مخاوف السكان على محمل الجد حذر الرئيس النمساوي أليكزندر فاندا بيلن من التهديدات الروسية مع الاحتفالات بيوم أوروبا ووصف هذا اليوم بأنه ساعت ولادة الاتحاد الأوروبية وأكد فاندا بيلن على أهمية اختيار المواطنين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية ودع المستشار النمساوي كارل نيهاما لتعزيز مشاركة النمسا في الاتحاد وحماية القيم الديمقراطية وأكد على أهمية الاحتفال بيوم أوروبا للتذكير بضرورة حماية الديمقراطية والتزام النمسا بتعزيز دورها في الاتحاد الأوروبي قال أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة فيينا عدنان أسلان إن الاحتجاجات المطالبة بإقامة الخلافة في ألمانيا وأوروبا تعبر عن العبودية والاستبداد وليس عن حرية الدين وأبدأ أسلان قلقه من تصاعد التطرف الإسلامي في أوروبا واعتبر هذه الاحتجاجات دعوة للقمع وانتهاك حقوق الإنسان وشدد على ضرورة محاربة هذه الأفكار بالحوار والتوعية ودع الحكومات والمجتمعات الإسلامية لمكافحة التطرف ونشر ثقافة التسامح والاحترام وإلى التربية الدينية السليمة وتعزيز القيم الإسلامية الحقيقية التي تحفظ على السلام والتسامح والعدل ارتفعت حالات الإفلاس في النمسا خلال الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوى منذ 2019 وفقا لبيانات هيئة الإحصاءات النمساوية وبلغت الحالات 1718 حالة بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة في العام 2023 وتأثر قطاع الخدمات بشكل خاص حيث سجلت 397 حالة إفلاس تلاها البناء والتجارة بـ 330 و298 حالة على التوالي وسجل قطاع الفنادق والمطاعم 242 حالة وبالمقابل انخفضت معدلات تأسيس الشركات بنسبة 13% وبلغت 16 ألف تسجيل مع زيادة بنسبة 9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي أظهرت أرقام حديثة أن النمسا تواجه أزمة صحية خطيرة تهدد بتفكيك النظام بأكمله حيث تظهر الأرقام اتساع الفجوة بين أطباء التأمين والأطباء الخاصين أصحاب الإختصاص وتتسبب الرواتب المنخفضة وشروط العمل السيئة والبيروقراطية في هذا النقص حيث تتفاقم الأزمة بسبب نقص الأطباء المختصين بشكل عام مما يؤدي إلى ارتفاع تكليف الرعاية الصحية ولهذا حذر الحزب الإشتراكي من انهيار النظام داعيا لإصلاح النظام الصحي لتجنب انهياره كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراط على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء